أصعد الله صباحكم بكل خير للأسف حصل حادث مروع حادث أفجع العديد من القلوب للأهالي بمحافظة الفيوم على طريق السيوت الغربي بسبب تصادم سيارتين على الطريق بالفيوم نتج عن ذلك أصابت 13 شخص مختلفة في أنحاء متفرقة من الجسم إسرى استضام سيارة أجرى مكرباز بأخرى صندوق بطريق السيوت الغربي بنطاق محافظة الفيوم بسبب السرعة الزائدة وعدم السيطرة على عجلة القيادة إضافة إلى التقس المتقلب وجميعنا طبعا يعلم أن هناك غيوم وصحب تحدث منذ بداية فصل الشتاء وتسيطر على الجو بشكل عام أغلب الأوقات خصوصا الطرق السريعة أو المؤدية إلى طريق القاهرة أو أسكندرية الصحراوي تلقى اللواء صروة المحلوي مدير أمن الفيوم اختارا من العميد محمد جلال مأمور مركز طامية بورود إشارة من مركز شرطة الطرق والمنافس بيفيد بإبلاغ قائد السيارات باستضام سيارتين ببعضهما وإصابة 13 شخصا بكسور وكدمات مختلفة في جميع أنحاء الجسد المتفرقة وعلى الثور عند حدوث عند حدوث الحادث انتقلت قوات الأمن مع سيارة الإسعاف إلى مكان الواقع وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الوصف المركزي لقربها من موقع الحادث وجرى إزالة أثار الحادث وفتح الطريق أمام المرة والسيارات ونقل السيارتين بعيدا عن نهر الطريق وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك الحادث والعرض على النيابة لمباشرة التحقيق في تلك الواقعة ومعرفة من المتسبب في ذلك طبعا للأسف العديد من السائقين بيكون مثلا مرتبط بموعيد معينة وبيضطر أنه هو يتعامل بسرعة زائدة وذلك خاطئ طبعا مع وجود الغيوب والسحب أيضا زحمة الطريق التي تؤدي إلى قفل الطريق في بعض الأحيان لعدة ساعات بسبب وجود العديد من السيارات سواء صفر عربيات نقل أو مسافرين للتوجه للعمل من أجل لقمة العيش للأسف طبعا كلنا دايما بنكون مسرعين دون التفكير أن السرعة دي ممكن تؤدي بحياة البعض طبعا في العديد من الحوادث للأسف بيكون فيه فقد للأرواح ولكن الحمد لله رب العالمين أن تلك الحادثة كانت مجرد إصابات لبعض الأشخاص وده طبعا بسبب يعني بفضل الله رحمة ربنا أولا وأن الحادث ما كانش قوي لدرجة أن يحصل أي مصرع لأي شخص والحمد لله طبعا إحنا بنشكر ربنا على ذلك أن لم يحدث أي حالة وفاة في تلك الوقعة ولكن نتمنى من جميع السائقين والمسافرين في أي طريق من الطرق التريط والتمهل وعدم الإصراع حتى لا يكون سبب في ذلك مصرع أي شخص أو إصابة أي شخص ويودي بحياته لأن طبعا كلنا عارفين أن في فصل الشتاء زي ما حالتكم شايفين بيبقى في سطوع للشمس أحيانا والبعض الآخر بيكون في عدم تواجد لتلك السطوع وبيكون في شبورة بتخلي السائق غير مدرك لشكل الطريق بشكل واضح وده بيؤدي طبعا أنه ممكن يصطدم لأن الرؤية بتكون محجوبة بسبب الغيوم اللي بتطمس السماء أسماء الطريق وخاصة في الطرق العامة اللي بتأدي بشكل مباشر للقاهرة والأسكندرية وده طبعا اللي كان سبب فيه حادث اليوم والذي أصيب بسببه 13 شخصا فيه بإصابات طبعا كما ذكرنا متفرقة في الجسم وذي ما ذكرنا أن الحادث حصل بين عربية ميكروباس وعربية صندوق أجرى وده طبعا بسبب السرعة والتزاحم وأن البعض بيميل إلى أن هو يحاول يخرج بأي شكل من الأشكال من ذلك الزحام ولكن بيكون نتيجة ذلك هي حدوث الحوادث المفجعة وإصابة البعض وأيضا مفارقة البعض لحياته تقريبا من يومين أنا كنت على طريق ما وبسبب تلك السرعة كان حادث بشع جدا وكان فيه صباق ما بين السياراتين وإصرار من السائقين على مرور كل منهم قبل الآخر ونتج عن ذلك طبعا أنه هم استخدموا سرعة ذائدة أدت لي حدوث حادث مفجع ومفارقة ثلاثة أشخاص الحياة وإصابة برضو البعض وده طبعا نتيجة استهتار البعض ولكن في تلك الحادثة كان للغيوم دورا كبيرا التي سيطرت على السماء ولكن هذه إرادة الله أولا وأخيرا نتمنى طبعا الشفاء العاجل لجميع المصابين وإن ربنا طبعا يحفظهم ويخليهم لأولادهم وبنقول لأي حد بيقود سيارة سواء السيارة دي شيء خاص بي أو هو سائق عليها تريس ربنا يحفظك ربنا قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة لأن المفروض أن احنا نتعامل مع كل شيء بهدوء وما فيش حاجة هتحصل في الدنيا غير بأمر ربنا سبحانه وتعالى يعني لازم تكون واصق متأكد أنك لو عايز توصل المكان ده هتوصل في الوقت والمعادل لمحدده ربنا لازم تكون عارف كمان أن في مسئولية عندك هي زوجتك وأولادك فما ينفعش أن أنت تضمن حياتهم لأن في غياب رب الأسرة الأسرة جميعا بتتضمر نتمنى من الجميع الدعاء بالشفاء العاجل لجميع المصابين وأن ربنا سبحانه وتعالى يحفظهم وأن الجميع يتوخى الحذر وخصوصا أن احنا كمان خلال الفترة المقبلة هيكون في وجود أمطار بشكل كثيف وغيوم بشكل أكسف وده بزدات على الطرق السريعة للمسافرين فالتريس بيكون مطلوب والهدوء بيكون مطلوب وعدم التعامل بسرعة زائدة على الطرق أو محاولة الوصول بشكل أسرع ده عمره ما هيكون الحل لأنه ممكن يكون سببه أنك تفقد حياتك وأنك مترجعش لأولادك وبيتك فنتمنى أنه دايماً يكون فيه حضر شديد مش كمان في موضوع السفر فالطرق العادية لأنه أحياناً بيحصل حوادث بسبب التصابق للبعض وأنه بيحاول يثبت أنه عنده القدرة الفائقة على السير بشكل أفضل ولكن بيكون كمان ذلك أنه هو بيدفع حياته ربنا يحفظكم جميعاً يا رب ويحفظ أولادكم ونتمنى أن ربنا يتم شفاء جميع المصابين على خير وبنوجه رسالة لجميع أهل المصابين من خلال جريدة أهل مصر أنه نتمنى الشفاء العاجل للمصابين الخاصين بيهم ونتمنى دوام الصحة والسعادة لجميع الأسر الخاصة بيهم وللجميع يا رب جمعة مباركة عليكم جميعاً نتمنى الدعاء دايماً لموتانا وللمرضى وشفاء الجميع المصابين بأمر الله وهنقول مراراً وتقراراً لكل المسافرين ولجميع السائقين المرين على الطرق وخاصة الطرق السريعة نتمنى توخي الحذر والتعامل إذا كان هناك صعوبة في السير بالسيارة الخاصة بك أو وجود غيوم أو شبورة إنك تتمهل حتى لا يكون ذلك تمنوا حياة حضرتك وتضمر أسرة بأكملها في غياب وعي تام إنك كل شيء بالنسبة لأسرتك ربنا يحفظكم جميعاً يا رب كنت معاكم من محافظة الفيوم مرسلتكم مرسلت جريدة وموقع أهل مصر بالفيوم هبة محروس الشاهد أصعد الله صباحاكم بكل خير ونتمنى دايماً متابعة حضرتكم لينا لأن متابعتكم شيء يشرفنا نتمنى إن إحنا نكون على المستوى اللائق بحضرتكم ونقدم لكم كل جديد وكل مفيد فتابعونا